مرحبا بكم عزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد درسنا اليوم اليونت الأول الدرس السابع عنوان الدرس يوم خاص قبل ما نبدأ بالدرس لا تنسى الاشتراك في قناة اليوتيوب بيج الفيسبوك والاستابقى حسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الأول المتوسط نبدأ بالدرس يونت 1 لسن 7 اليونت الأول الدرس السابع عنوان الدرس يوم خاص شي يقطيني أو بالمفقرة الأولى شي يقول لي يقول لي لك هاتف فوتوغرافز انظر إلى هذه الصور الفوتوغرافية ما الذي فعلته سانا يستردي البارحة نعم الأستاذ يسير لك يقول لك باوع لي بالله على الصور ماذا تعتقد سانا فعلت البارحة نعم يجي كمثال الطالب يباوع الصور الأولى يرفع يديه يقول لأستاذ سانا ذهبت للصيد شلون عرفت من خلال هاي الصورة للسنارة وقعدة الصيد بالنهر مثال آخر طالب آخر يرفع يديه يقول ذهبت إلى الشاطئ ووجدت بعض أصداف البحر خدناها هاي الكلمة بعد طالب آخر يقول التقطت بعض الصور الفوتوغرافية من خلال هاي الكاميرا بعد طالب آخر يقول ذهبت في نزهة وهاي السلة والأكل اللي يأخذتها وياها دليل على ذلك طالب آخر يرفع يديه يقول لعبت كرة القدم عاي صورة الفوتبول أو كرة القدم اللي لعبت بيها بعد طالب آخر يقول استماعت إلى الموسيقى عاي صورة المسجلة اللي استمعت له أذن هذا الفقرة الأولى الاستاذ يطلب من الطلاب اللي يباعون على الصور ومن خلال الصور يتخيلون شل اللي ممكن سانا فعلتها خلال فترة عطلتها وراها شي يقول لي يقول لي هذن الجمعة صح له خطأ خليه صح أو خطأ أو T أو F على كل جملة الجملة الأولى يقول سانا spent all day with her family سانا بقت على طول اليوم أو بقت في اليوم مع عائلتها صح له خطأ أكيد رجابة خطأ أقول له false خطأ ليش؟ لأن لاحظنا من خلال الصور أنه ماكو دليل على أن هي موجودة كانت في البيت وعائلتها She went fishing in the afternoon ذهبت للصيد في الأفترنون مساء رجابة صح له خطأ رجابة خطأ ليش أستاذ خطأ هيتم وقلت موجودة بالصيد السمك نعم هي ذهبت لصيد السمك لكن مو بالأفترنون مو مساء وأنما في الصباح مساء تلاحظون الخلقة صورة ثانية هي كانت على الشاطئ نمبر ثري She didn't catch any fish لم تمسك أي سمكة الإجابة صح له خطأ الإجابة صح ليش؟ لأن لاحظنا من خلال الأكل مالتها وأنه ما تشعنوا إياها أي سمكة نمبر فور رابعا She likes taking pictures of the sea هي تحب التقاط الصور للبحر الإجابة صح له خطأ هي تحب التقاط الصور للبحر؟ كلا هي لا تحب التقاط الصور للبحر ما منطين أي صورة من التقطتها هي بيع البحر بعد نمبر فايف She went on a picnic ذهبت في نزهة صح له خطأ نعم من خلال الصورة عرفنا أنه هي ذهبت في نزهة بعد She played tennis in the park لعبت التنس في المتنزه صح له خطأ ذكرنا أن هي غلابة كرة القدم وليس التنس إذا نقول له فوس She listen to some music استمعت لبعض الموسيقى صح له خطأ؟ نعم لاحظنا من خلال الصورة أنه هي استمعت للموسيقى هذا ما يخص الفقر الأولى لكتاب الطالب هذه الأسئلة اللي حلناها بصح وخطأ هذه تعتبر كتحضير يومي غير مهمة بالامتحان الشهري أو الامتحان التحرير أو الشفوي مجرد الأستاذ يسألها أسئلة بداخل الصف كتحضير يومي يقول الطلاب منظر للصور حاولوا تحلون هاي الأسئلة عن طريق الصح وخطأ من خلال الصور أو من خلال المقطع الصوتي اللي للأسف حاليا ما متوفر لأن منهج جديد وبعد ما نزلت صوتياته لذلك احنا حلناها فقط على أساس الصور مو على أساس المقطع الصوتي إذا توفر المقطع الصوتي من الممكن الأستاذ ياليقلك المقطع الصوتي وراها يقول لك جاوب على الأسئلة صح وخطأ عن طريق المقطع الصوتي لكن حاليا نحلها على أساس فقط الصور اللي منطنياها الآن ننتقل للفقرة الثانية بكتاب الطالب يقول لي Think about special day فكر في يوم خاص Make notes about it حاول تسوي ملاحظات عن هذا اليوم الخاص Use the question to help you حاول تستخدم هذه الأسئلة لتساعدك على كتابة هذه الملاحظات What did you do? ماذا فعلت؟ يعني يقول لك أنت في يوم من الأيام أكيد كان لديك يوم مميز يوم خاص بهذا اليوم الخاص أو اليوم مميز What did you do? ماذا فعلت؟ مثلا واحد يقول I went to the museum ذهبت إلى المتحف بعد يقدر يقول مرة ثانية I went to the ruins ذهبت إلى الآثار واحد ثالث يقول I went fishing ذهبت إلى الصيد إلى آخره What did you eat؟ ماذا أكلت؟ كمثال يقول I ate أنا أكلت fish السمك بعد Who was there؟ من الذي كان هناك معك في هذا اليوم مميز؟ مثلا أقول I was with my friends ذهبت أو كنت مع أصدقائي بعد قال لك How did you feel about it؟ كيف شعرت عن الموضوع؟ تقول I felt happy كنت أو شعرت بالسعادة بعد What did you wear؟ ماذا لابست؟ ماذا ارتديت؟ تقول مثلا When I wore الوار الماضي ما الوار I wore white shirt قميص أبيض and blue jeans وبنطال أزرق Where did you go؟ أين ذهبت؟ كمثال طالب يقول I went to the ruins ذهبت إلى الآثار بعد Who did you talk to؟ مع من تحدث؟ كمثال طالب يقول I talked with my friends تحدثت مع أصدقائي هذه كذلك مجرد أسئلة صفية النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي الآن ننتقل إلى كتاب النشاط ما يقول لي؟ يقول لي Think about special day فكر في يوم خاص Make notes about it حاول أن تفكر أو تخلي ملاحظات عنها Use the question to help you حاول أن تستخدم هذه الأسئلة أنا موضة تساعدك عليها نفس الفكرة مع النشاط السابق الآن يقول لك What did you do؟ ماذا فعلت في يومك الخاص؟ مثلا أقول I went fishing ذهبت إلى الصيد بعد My parents special day أنا يقول لك هذا يومك الخاص سأسأل أبوك بيومك الخاص ماذا فعلت يا أبي؟ كمثال هو رح يقول لك I went swimming ذهبت للسباحة وكذلك يقول لي Who did you talk to؟ مع من تحدث؟ بتقول له I talked with my friends تحدثت مع أصدقائي أبوك شو رح يقول لك؟ هم هناك الجواب اللي رح يقول لك يا أبوك تخلي لي هنا What did you eat؟ ماذا أكلت؟ نفس الفكرة I ate fish أكلت سمك أبوك رح يقول لك جواب كذا خلي هنا Where did you go؟ أين ذهبت؟ I went to north كمثال ذهبت إلى الشمال ذكره نانا وهكذا نفس الأسئلة اللي قبل شوية جاوبنا عليها لكن نانا هالمرة يقول لك منطيك مكان تكتب بيها أجوبتك هذا كذلك نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي نانا شي يقول لك يقول لك زين نهسل الآن اسأل زميلك اللي قاعد بصفك عن اليوم الخاص اللي مر بي وهمين الجواب اللي يقول لك يا اكتبه نانا مثلا هو قال لك كذا كذا أكلت كذا شربت كذا تحدثت مع كذا أشخاص كذلك هذا النشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي ننتقل إلى تمرين رقم واحد واثنين هذا التمرين عبارة عن قطعة مطلوبة بالامتحان التحريري بشهر الأول مهمة جدا جدا تجيني بالسؤال المتعلق بقطاع الكتاب رح نقراها نوضح مفرداتها ونجاوى على الأسل المطلوبة من أن دنيا أحفظها أولا يقول لي في الأطل أحمد وعائلته بقوا في فندق في نيويورك أحمد وعائلته صديق أحمد ما اسمه؟ اسمه فيصل يتعيش في نيويورك فيصل هذا يعيش بي في نيويورك مع عائلته فيصل سبنتين ركزوا معي فيصل عمره عمره 17 سنة 2 years older من أحمد عمره سنتين أكبر من أحمد شنه معناها؟ معناها أحمد اش قد عمره؟ عمره 15 وفيصل اش قد عمره؟ عمره 17 حاولوا تحفظون ذلك المعلومتين لأنها مهمات الآن هس اش قل لي؟ قل لي فيصل السبنتين فيصل عمره 17 سنة أكبر سنتين من أحمد يعني أحمد عمره 17 سنة سنتين من أحمد عمره 17 سنة سنتين من أحمد أحمد أخذ تكسي لشقة فيصل إذن ركزوا لي هذه المعلومة جدا مهمة إذن فيصل يعيش في شقة فلات فلات معناها شقة وليس حاوس بيت He got there in a half past two وصل إلى هناك بها ساعة سعبيش ساعة بالثنتين ونص What do you want to do؟ asked فيصل فيصل سألش قل لي قل لي ش تريد نسوي Let's go to the cinema جعوب أحمد قل لي خلنروح للسينما They went to the cinema but they didn't stay long ذهبوا إلى السينما لكنهم لم يمكثوا طويلا ليش Because the film was boring لأن الفيلم كان ممل They went for a walk to the park ذهبوا ليتمشوا في المتنزه in a huge park called Central Park هذا المتنزه جدا كبير huge ضخم هذا المتنزه ش اسمه Central Park المتنزه المركزي The boys sat under a tree and talked دول الأولاد اللي هما أحمد و فيصل sat جلسوا الماضي ما sit هذه هي ما يحفظوها مهمة sat under a tree جلسوا تحت شجرة and talked وتحدثوا Who is with you in New York asked فيصل فيصل سأله قال لي من هنا نوياك موجود في New York The whole family كل العائلة أحمد أنصر جاوبة أحمد قال لي احنا جايين كلتنا احنا والعائلة That's my father my mother two sister and my brother Father الأب mother الأم two sisters خواتي الاثنين and brother وأخو They talked about Iraq تحدثوا عن العراق فيصل said he liked New York فيصل قال قال أنا أحب New York but he wanted to go back to Iraq لكنه يريد العجوع إلى العراق Then they took a taxi back to the أحمد's hotel ثم أخذوا تاكسي المن للهوتيل ما لأحمد أحمد قلنا جاي زيارة لنيويورك لذلك هو ساكن بفندق وفيصل ساكن بشقة They said Goodbye and فيصل went home قال وداعا وفيصل عاد إلى منزله الآن نجي على الأسئلة شن الأسئلة How old is أحمد إش قد عمر أحمد ذكرنا أنه أحمد عمره مصطعش سنة فأقول 15 years old عمره مصطعش سنة بعد السؤال الثاني شي يقول لي يقول لي Does فيصل live in a flat or a house فيصل يعيش بفلات بشقة low house بيت ذكرنا أنه فيصل هنا يعيش في فلات فلات معناها شقة ثالثا What time did أحمد get فيصل's home ما الوقت الذي وصلت فيه أحمد إلى بيت فيصل شوك توصل ساعة الثنتين ونص فأقول half past two ساعة الثانية والنص Did the boys enjoy the film هل استمتعوا الأولاد بالفيلم ذكرنا أن الفيلم كان ممل فأقول no they didn't كلا لم يستمتعوا تقدر تضيف عليها تقول it was boring لقد كان مملا بعد What did they do in the central park ماذا فعلوا في المتنزه المركزي ذكرنا أنه بالمتنزه لما راحوا المتنزه المركزي sat جلسوا under tree تحت الشجرة and talked فأقول sat under tree جلسوا تحت الشجرة and talked وتحدثوا بعد السؤال الراب البعد how many children are there and they أحمد's family كم عدد الأطفال في عائلة أحمد ذكرنا بالقطعة أنه عدة ثنين أخوات وأخ واحد وهو أحمد إش قد يعتبرون إش قد صاروا صاروا أربعة فأقول four أربعة Will Faisal always live in New York هل سوف يبقى دائما Faisal يعيش في New York هو ذكر قال أنا حبيت New York لكن أريد أعود للعراق فأقول no كلا هل تقدر تضيف عليها he want هو يريد to get back to Iraq هو يريد أن يعود إلى العراق إذا جاوبت فقط نو ما كان مشكلة How did أحمد get back to his hotel كيف عاد أحمد إلى الفندق ش قلنا قلنا راح أخذوا تاكسي ورجعوا للفندق فأقول he took took الماضي ما take أخذ took a taxi أخذ تاكسي هذا كل ما يخص القطعة المطلوبة هذه القطعة مهمة جدا جدا بالامتحان التحريري بامتحان التحريري لاحظنا أن باقي أنشط الدرس أنشط صفية غير مهمة بامتحان التحريري وامتحان الشفوي لكن مهمة كتحضير يوميا إذا تريد تروح محضر والأستاذي حاسب بالدرجات حاول تفهم الدرس ببداية بالفقرات التي أخذناها وتروح الدرس محضر على مد ترفع عيدك ويحسب لك الأستاذ درجات يومية ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو استفسار أو وضاقة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة عنكم على الشاشة